أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي هو ذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيعة وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذا هو المجلس الثاني من مجالس تفسير سورة الأنفال في هذه الدورة المباركة دورة الأترجة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذا المجلس لإصابة الحق وإفهام كلام رب الخلق سبحانه وتعالى وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل في سورة الأنفال إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني ممعكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كافروا الرعب هذا من أعظم المهمات التي جاء بها الملائكة وهو تثبيت المؤمنين قال إذ يوحي ربك إلى الملائكة الذين أمد الله بهم المسلمين أني أي بأني معكم أي بالعون والنصر فثبت الذين آمنوا ثبتوهم قووهم أعينوهم أشعروهم بأنكم معهم ثبتوهم بإشعارهم بأنكم تقاتلون معهم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كافروا الرعب هذا جندي عظيم من جنود الله عز وجل أنزله على هؤلاء الكفار وهذا الجندي لا يستطيع أحد أن يتصرف فيه لأن الرعب مخلوق من مخلوقات الله ينزله الله على من شاء من عباده سألقي في قلوب الذين كافروا الرعب فإذا نزل الرعب لم ينفع الإنسان أسلحته ولا ما بيده من القوة ولا ما عنده من العتاد والعدة والعدد كل ذلك لا ينفعه لأنه إذا ضعف القلب لم تنفع الأشياء الأخرى قال سألقي في قلوب الذين كافروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنا اضربوا فوق الأعناق أي اضربوا الرؤوس هذا إذا قلنا إن فوق تدل على الفوقية بالفعل أما إذا قلنا إن فوق كما قال بعض الفسرين زائدة بمعنى أنها جاءت للتأكيد فالمقصود فاضربوا الأعناق واضربوا منهم كل بنان أي اضربوا أطرافهم التي تحمل السلاح والتي يقاتلون بها أو اضربوا مفاصلهم وهذا المعنى صالح وهذا المعنى صالح قال الله عز وجل ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله أي افعلوا ذلك بهم بسبب مشاقتهم لله ومشاقتهم لرسوله صلى الله عليه وسلم والمشاقة معناها أن يكون الإنسان في شق والله أو الطرف الآخر في شق آخر فكأنها من المعاندة والمضادة التامة لأنهم ضادوا الله وعاندوه وضادوا رسوله وعاندوه فإن الله عز وجل قد أوقع بهم هذا النكال وعجل لهم ذلك العذاب قال وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِدُ الْعِقَابِ كُلُّ مَنْ شَاقَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّهُ مَوْعُودٌ بِعِقَابٍ شَدِيدٌ يُنْزِلُهُ اللَّهُ بِهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْعِقَابِ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى ثم قال ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ أي ذلك العقاب الذي يُنزِلُهُ اللَّهُ بِكُمْ ذُوقُوهُ يَا مَنْ شَاقَقْتُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ عليهم أو يحلُّ بهم من السماء أو يحلُّ بهم في يوم القيامة يَا أَيُّوَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُّوهُمُ الْأَدْبَارِ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أو مُتَحَيِّزًا إلى فئةٍ فقد باع بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير في هذه الآية يوجه الله سبحانه وتعالى المؤمنين إلى أمر عظيم وهو أَلَّا يَفِرُّوا مِنَ الزَّحْف فَإِنَّ الْفِرَارَ مِنَ الزَّحْف مِنْ كَبَائِلِ الظَّنُوبِ بل هو من الموبقات السبع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عندما عد الموبقات على أصحابه فقال اجتنبوا الموبقات السبع قالوا وَمَهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قال الشرك بالله إلى أن قال وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْف فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرار من الزَّحْف من الموبقات وكونه من الموبقات لأن فيه خذلاناً للمؤمنين وفيه استئصالاً للحق بحيث يحصل البلاء الشديد على المؤمنين بفرار الإنسان في وقت الزَّحْف ولذلك قال الله هنا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَإِذَا قَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فَأَرْعِهَا سَمْعَكَ كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بمعنى أن تستمع لهذا النداء وتستجيب له قال فَإِمَّا خَيْرٌ تُؤْمَرُ بِهِ وَإِمَّا شَرٌ تُنْهَى عَنْهُ قال إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا يَوْمَ إِذٍ دُبُرَهُ عُوقِبْ وَجُوزِي بمثل فعله كما أنه رجع يقال ارجع بغضب من الله وَلَنْ تَأُوبَى وَتَرْجِعُ إِلَّا 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 نَارِ جَهَنَّم لأنك فعلت أمرا عظيما قد نهاك الله عنه وهو الفرار من الزحف قال وَبِئْسَ الْمَصِيرِ أي بِئْسَ الْمَعَالُ وَالْمَرْجِعِ جهنم ثم استثنى الله عز وجل اثنين من جواز الفرار فقال إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالِ المتحرف لقتال يجوز له أن يفر لأن فراره في الحقيقة ليس فرارا بمعنى هروب من المعركة بمعنى هروب من المعركة ولكن هو فرار من أجل الكر يفر من أجل أن يكر وهذا لون ألوان الخديعة التي يقوم بها المقاتل من أجل أن يخدع قرنه من الكفار وهذا اللون معروف عند المقاتلين يعني يوهم المقاتل من يقاتله من الكفار أنه قد فر منه ثم يكر عليه فمن فعل ذلك بهذا القصد فإنه مستثنى من حكم الفرار من الزحف هذا أولاً وثانياً أو متحيزاً إلى فئة المتحيز إلى فئة هو الذي يفيء إلى أصل الجيش مثلاً أن تخرج سرية من الجيش لمقاتلة أناس فيفاجأون بأن هؤلاء الناس قد استعدوا استعداداً عظيماً وأن عددهم أكثر من ضعفي المسلمين ففي هذه الحالة يجوز لهؤلاء المسلمين المقاتلين من أهل هذه السرية أن يرجعوا إلى أصل الجيش ليقاتلوهم مع الجيش فهذا يسمى التحيز إلى فئة سواء رجعت السرية إلى أصلها من الجيش أو رجع الجيش كله إلى الدولة الإسلامية من أجل أن يمدى بالمدد ويرجع بالقوة والنصر قال الله عز وجل إلا متحرفاً لقتار أو متحيزاً إلى فئة سثنيتتان الفرقتان من حكم الفرار وهذا في الحقيقة ليس فراراً لأن هؤلاء جميعاً لا يفرون بمعنى أنهم يجبنون عن القتال وإنما يأتون القتال من وجهه وقد زاد بعض علماء قال يجوز أيضاً الفرار ويستثنى من حكمه في هذه الآية إذا كان عدد الكفار أكثر من ضعفي المسلمين كما سيأتي في آخر سورة الأنفال قال الله عز وجل فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ سبحان الله تربية عظيمة جداً للمؤمنين في ميدان القتال المؤمنون عندما انتصروا حصل في نفوس بعضهم يعني شيء من الإعجاب وأن هذا حصل بقوتهم وبجهدهم وجهادهم وبذلهم وعطائهم وتضحيتهم فالله عز وجل يؤدبهم ويقول انتبهوا أيها المؤمنون إنما حصل من قتلكم إياهم وما حصل من غلبتكم لهم وهزيمتكم إياهم إنما كان بفضل الله سبحانه فإياكم أن تغتروا وإياكم أن تظنوا أن ذلك بسبب منكم بل هو من فضل الله وحده قال الله عز وجل فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم هذا الذي حل بهم من النكبة وصار لهم من الهزيمة إنما كان من أمر الله وحده لولا أن الله قدره ويسره لما استطعتموه قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما لقي الكفار في بدر أخذ كفا من الحصى ثم رمى به الكفار وقال شاهة الوجوه يعني وجوه الكفار الذين جاءوا لمقاتلة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصد عن دين الله فالله سبحانه وتعالى ما أبقى كافرا إلا وصله شيء من هذه الرمية فيقول الله عز وجل من هو الذي رمى أنت يا محمد لو أخذت هذه القبضة بجهدك وقوتك ما تجاوزت شيئا يسيرا من موقفك الذي وقفته من هو الذي تولى أن تصل إلى عيون هؤلاء الكفار كان عددهم قريبا من الألف إنه الله ولذلك ينبغي المسلم وهو يقاتل أعداء الله أن يعلم علما يقينيا أن القوة منه وأن العزة لا تكون إلا من عنده وأن النصر لا يتحقق إلا بإذنه وأنه ما رمى المسلمون إذ رموا ولكن الله رمى وأنهم ما قتلوا أعداءهم ولكن الله قتلهم وأنهم ما تمكنوا من أعدائهم ولكن الله مكنهم قال وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا يقول ولكن الله رمى بإصال ذلك إليهم فعل ذلك بهم ليقهر الكافرين وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا يعني إنما فعل القتل والرمي وأوصله إلى وجوه هؤلاء الكفار ليقهر الكافرين وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا أي يعطيهم عطاء واسع وطيب ومبارك من النصر والغنيمة ويجتمع لهم خير الدنيا وخير الآخرة إن الله سميع عليم سميع لأقوالهم وأقوال أعدائهم وسميع لقول من قال منهم نحن قتلنا الكفار نحن انتصرنا عليهم نحن تغلبنا عليهم ما تغلبتم عليهم ولا قتلتموهم ولكن الله سبحانه وتعالى غلبهم وقتلهم وهو الذي كسر خضد شوكتهم وكسر قوتهم بفضله ورحمته قال إن الله سميع لأقوالهم عليم بأحوالهم ثم قال الله عز وجل ذلكم أي الإبلاء حق وأن الله موهن أي مضعف كيد الكافرين تقرأ موهن كيد الكافرين على الإضافة وتقرأ موهن كيد الكافرين وتقرأ أيضا موهن كيد الكافرين قال الله عز وجل إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم ويكفر عنكم وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين إن تستفتحوا ما هو الاستفتاح الاستفتاح هو طلب الفتح والقضاء وذلك أن الكفار كانوا يقولون في صبيحة يوم بدر اللهم أينا كان أقطع للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنه الغداء يعني اجعل حينه وهلاكه الغداء أي هذا اليوم صبيحة هذا اليوم فكانوا يطلبون الفتح من الله يعني الحكم والقضاء وإنزال البلاء فالله عز وجل استجاب لأن الأقطع للرحم والذي أتى بغير ما جاء به الله ولا رسوله هم أولئك الكفار الذين أشركوا مع الله سواه قال إن تستفتحوا تطلبوا الفتح وطلبوا الفتح أيه طلبوا القضاء من الله سبحانه وتعالى فقد جاءكم الفتح كما طلبتم وإن تنتهوا أي عن الكفر والحرب فهو خير لكم وإن تعودوا مرة أخرى بمثل ما جئتم به في بدر نعد عليكم بالهزيمة والذل والقهر والعذاب الأليم في الدنيا ثم العذاب الأليم في الآخرة ولن تغني عنكم ثئتكم شيئا لن تغني عنكم جماعتكم ولا عددكم الذين تفخرون بهم وتستنصرون بهم وتعتمدون عليهم لن يغنوا عنكم من الله شيئا قال ولو كثرت يعني ولو كانوا عددا كثيرا فإنه لا يغني في الحرب كثرة العدد إنما الذي يغني هو أن ينصرك الله وأن يعطيك الله وأن يمدك الله هذا هو الذي يغني بالفعل أما كثرة العدد قد تكون بأسا وبلاء على أهلها قال الله عز وجل كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله فما يستنصر الجيوش بكثرة الأعداد ولا تنصر بكثرة العدة ولكنها تنصر بأمر من الله سبحانه وتعالى فإذا كانوا ممن نصر الله حقا واجتهدوا في ذلك وأطاعوا الله ورسوله واتقوا الله في السر والعلم فإن الله ينزل عليهم نصرة قال جل وعلا وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ قِرَاتًا يعني وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ أي وَلِأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ هذه على الاستئناف يبشر الله المؤمنين بأنه معهم وهذه معية خاصة لأن المعية نوعا معية عامة لكل الخلق وهو معكم أينما كنتم ومعية خاصة بأهل الإيمان كما في قوله وأن الله مع المؤمنين أي معهم بالنصر التأييد والحفظ والرعاية والكلاء وإجابة الدعاء وغير ذلك من أنواع الرعاية لهم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله لعلكم تذكرون في المجلس الماضي أن السورة افتتحت بالأمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم إنما قال الله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله فمن أراد نصر الله ومن أراد العز والتمكين ومن أراد القرب من الرحمن فعليه بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون في أحد على إيمانهم وصدقهم وجهادهم وتوكلهم على ربهم وقعت من بعضهم معصية كانت سببا في حصول الهزيمة الهزيمة ولحوق البلاء بعموم المؤمنين قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ونلاحظ في كل هذه المواطن يقرن بين طاعة الله وطاعة رسوله ليبين أن طاعة الرسول مقصودة لذاتها وأن طاعة رسول الله من طاعة الله وإلا كان بالإمكان أن يقول يا أيها الذين من أطيعوا الله فتكون متضمنة لطاعة الله وطاعة رسوله لأننا لا نصل إلى طاعة الله إلا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن الله ينص على طاعة الرسول ليبين أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مستقلة بمعنى أنه لو أمر بأمر لم تجدوه في القرآن فإن طاعته مطلوبة وأن طاعته من طاعة الله وفي هذا من رفع مقام رسول الله ما لا يخفى قال ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون أي لا تعرضوا عنه بمخالفة أمره وأنتم تسمعون القرآن والمواعب وتسمعون الوحي النازل من ربكم سبحانه وتعالى وتسمعون كلامه عليه الصلاة والسلام قال وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ لا تكونوا من أولئك القوم الذين يقولون سمعنا لكن هذا السمع لم يصل إلى قلوبهم فلم يتعظوا به ولم ينتفعوا منه وهذا هو السماع الحقيقي السماع الذي ينتفع منه الإنسان هو السماع الحقيقي ألم تسمعوا إلى قول الله عز وجل عندما وصف المنافقين بقوله صم بكم عمي فهم لا يرجعون ووصف الكفار بقوله صم بكم عمي فهم لا يعقلون كيف يكونوا نصم وكانوا يسمعون وكانوا ينظرون إلى رسول الله كانوا يرون الدلائل والبراهين الدالة على صدقه ما الذي حصل كونهم لم ينتفعوا منها صاروا كأنهم لم يسمعوها لم ينتفعوا من الآيات إذا رأوها ولم ينتفعوا من الآيات عندما سمعوها ولم يتأثروا بها صار محلهم ومقامهم كمن لم ينتفع بها كمن لم يسمعها قال ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون هؤلاء هم شرار الخلق شر من يدب على الأرض أولئك الذين أصمهم الله وأعمى أبصارهم وعطل عقولهم عن الانتفاع بها ماذا يعني أن ترى آيات الحق فلا تؤمن بها ماذا يعني أن تسمع آيات الله تنزل عليك صباح مساء ببراهين وحجج ثم لا تعمل بشيء من ذلك هذا يدل على أن سمعك معطل وأنك أصم وأبكم وأعمى وأنك بمثابة من لم يسمع ولم يرى شيء من الحق فهذا والله هو شر الخلق إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعه أي لجعلهم يستجيبون لما يسمعون وهذا يبين لنا يا إخواني خطورة من يسمع الحق ثم لا يقبله ثم يعرض عنه ليبين أنه لم يرد الله به خيرا فلو أراد الله به خيرا لقبل الحق واستجاب له ولو أسمعهم لتولوا وهم أدرون حتى ولو حصل منهم سماع لأعرضوا وهم متولين يعني من شدة نفورهم من الحق كما وصفهم الله سبحانه وتعالى في سورة المدثل فقال كأنهم حمر مستمثرة فرت من قسورة عندما يسمعون القرآن بل إنهم كانوا يتواصلون ويقولون وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه وهذا من شدة إعراضهم وبقيهم وعنادهم في هذه السورة وصفهم الله أيضا كما سيأتي معنا في المجلس القادم عندما قال الله عز وجل وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم يعلمون أنه والله ليس من أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء يعني لو هذا هو الحق فنحن لا رغبة لنا في قبوله ولا استعداد عندنا لاتباعه بل نطلب منك أن تعذبنا يا ربنا أعوذ بالله إلى أي درجة من درجات يعني قسوة القلب التي بلغت بهؤلاء هذا المبلغ قال الله عز وجل ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم مارضون ثم قال في مقابل حال هؤلاء الذين أعرضوا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه سبحان الله تأكدات في هذه السورة كثيرة جدا على وجوب الطاعة والاستجابة والامتثال لأمر الله لأنها هي سبب النجاة من النار وسبب للفوز الأخروي وسبب للنصر الدنيوي والعلو والتمكين واليوم يا إخواني كما تشاهدون حال المسلمين حال ذل وهزيمة وتفرق وشتات وسبب ذلك هو إعراضهم عن الله وعن رسوله لا يسمعون ولا يستجيبون ولا يطيعون قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول استجيبوا لهما بماذا بالطاعة يعني إذا سمعتموهما يأمرانكم بشيء فامتثلوا أو ينهيانكم عن شيء فامتهوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما أمرتكم بأمر فأتوا منهما استطعتم وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه فإنما أهلك من كان قبلكم كاثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم قال الله عز وجل واعلموا إذا دعاكم لما يحييكم يعني إذا دعاكم الله ورسوله لما يحييكم فاستجيبوا واقبلوا وسارعوا ولا تترددوا وهنا يأتي السؤال قوله لما يحييكم هل يمكن أن يدعونا الله ويدعونا رسوله صلى الله عليه وسلم لشيء لا يحيينا يقال لا هذه تسمى عند العلماء الصفة الكاشفة يعني لا مفهوم لها قال الله عز وجل واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه اعلموا أيها الناس أن ربكم سبحانه وتعالى يحول بين الإنسان وقلبه وهذه الآية صالحة للمؤمن وصالحة للكافر يحول بين المؤمن وبين المعصية والبدعة والانشقاق أو المشاقة لله ورسوله فأحيانا نفسه تحدثه بأن يفعل شيئا من ذلك فيحول الله عز وجل برحمته بين المؤمن وبين أن يقع في شيء من تلك المهالك ويحول بين المرء وبين قلبه إذا أراد الله عز وجل به سوءا فإنه لا يهتدي ولا ينتفع تأتيه المواعظ تنزل عليه النذر والآيات ولكنه لا يستطيع أن يفهم منها شيئا ولا يعقل منها شيئا لأن الله قد حال بينه وبين قلبه قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وهذه الآية مخيفة ينبغي على المسلم أن يتذكر ذلك ويحذر ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول لا ومقلب القلوب قالت أم سلمة إني أرأت أن تكثر من ذلك يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء نحن لا نأمن يا إخواني أن تتقلب قلوبنا ولذلك المؤمن دائما يدعو الله عز وجل بصدق ورغبة تامة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب دائما المؤمن يحرص على هذا الدعاء لأنه لا يدري متى تأتيه الفتنة ولا يدري هل هو آمن من الفتنة أو غير آمن ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وفي آخر صلاته أنه كان يتعود بالله من أربع اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال قال وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ يعني اعلموا أنه إليه تُحْشَرُونَ إليه المرجع والحشر والجمع فأنتم راجعون إليه إذن فاستعدوا للقائه ولن تستعدوا للقائه بشيء أعظم من استجابتكم له ولرسوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً أي احذروا أن تقعوا في فتنة لا يقتصر عذابها ولا تختص عقوبتها بالظالمين بل تعم الظالمين وغيرها وهذا إذا لم يقم أهل الإيمان وأهل الحق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال الله عز وجل وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وأعلموا أن الله شديد العقاب ولذلك أهل الإيمان إذا رأوا المنكر سارعوا بإنكاره واجتهدوا في رفعه من المجتمع لألا تنزل العقوبة على الصالح والطالح لأن مثل المجتمع المسلم كمثل قوم استهموا في سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها فقال الذين في أسفلها لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذبا فوقنا فلو أنهم فعلوا ذلك وسكت عنهم من في أعلاها لهلكوا وهلكوا جميعا ولو أنهم أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا فبين النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن الناس مثلهم كمثل هؤلاء القوم الذين هم في سفينة لو انخرق جزء من السفينة فإن الغرق لن يأتي على أهل ذلك الجزء بل يأتي على الجميع وكذلك المنكرات إذا عمت وفشت في المجتمع فإن عقوبتها لا تنزل على الطالحين فقط بل عليهم وعلى الصالحين قال الله عز وجل واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يذكرهم الله سبحانه وتعالى بنعمه عليهم فيقول اذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تذكروا عندما كنتم قليلين مستضعفين في الأرض لا حول لكم ولا قوة هذه نعمة من الله عظيمة أن نقلكم إلى هذه الحال دولة وقوة وجيش ويرهبكم الأعداء ونصركم على عدوكم بل أعظم أعدائكم في أول موقعة كانت بينكم وبينها اذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم أي حفظكم وضمكم ورعاكم وأيدكم بنصره عندما أنزل عليكم نصره في بدر ورزقكم من الطيبات أفاء عليكم من الرزق ومنه هذه الغنائم التي حصلت لكم في بدر وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليكم لعلكم تشكرون أي فعل ذلك بكم لعلكم أن تشكروه ولا تكفروه سبحانه وتعالى ثم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون يحذر الله سبحانه وتعالى من أمر الخيانة لأن الخيانة من أعظم الذنوب وقد حذر الله سبحانه وتعالى عباده منها لأنها قطع للأمانة والله سبحانه وتعالى عندما خلقنا أخذ علينا العهد بأن نقوم بهذه الأمانة فمتى أخللنا بالأمانة وقعنا في الخيانة والخيانة تشمل كل الذنوب والمعاصي وكل إخلال بالعهد الذي بينك وبين ربك سبحانه وتعالى أو بالعهد الذي بينك وبين المخلوقين فمن كان بينه وبين أحد من المخلوقين عهد فلم يفي به فقد خان وكذلك من كان بينه وبين الله عهد بأن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويأمر المعروف وينهى عن المنكر ويستجيب لله ورسوله فلم يفعل ذلك فقد خان فليحذر المسلم من أن يقع في الخيانة قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون يقول بعض علماء إن هذه الآية نزلت في قصة أبي لبابة وقصة أبي لبابة كانت متأخرة عن غزوة بدر ولا يمنع أن تكون هذه الآية مما نزل بعد ذلك ثم ألحق بهذه السورة لأن آية القرآن غالبها لم ينزل متواليا والسورة تجدها نزل بعضها في أول المدينة وبعضها في آخر العهد المدني كما هو حال سورة البقرة مثلا قال لا تخونوا الله والرسول قالوا إن أبا لبابة لما خان اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق ثم إنه عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بعد تفرق الأحزاب أن يذهبوا إلى بني قريضة وقال لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريضة يقال إن اليهود طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرسل لهم أبا لبابة لأنه كان حليفا لهم وكان ماله وولده عندهم فذهب إليهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له ما ترى ماذا سيحصل لنا لو نزلنا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مشيرا بيده لرقبته يعني حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم هو الذبح ثم إن أبا لبابة شعر بأنه قد أفشى شيئا من سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فندم على ذلك أشد الندم فانطلق إلى مسجد رسول الله وربط نفسه على سارية تسمى سارية التوبة وهي معروفة في كتب السيرة معروفة حتى الآن وقال والله لا يحلها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي على ذلك سبع ليال رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلها عنه وهو الذي نزل فيه هذه الآية كما يقول كثير من المفسرين يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ثم قالوا اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة هذه الأموال والأولاد التي بأيديكم تراها فتنة فإياكم أن تفتنكم فتحملكم على الخيانة كما حملت أبا لبابه على أن فعل الذي فعل ووقع في الذي وقع فيه ما حمله على ذلك إلا رعاية لأولاده وماله الذي كان في بني قريضة طالوا اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة فالمال والولد فتنة يبتل الله بها عز وجل عبدة فليحذر المسلم من فتنة المال وفتنة الولد وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وإن كان فيه ما فيه أن الولد مبخلة مجبنة محزنة يعني يحمل الإنسان على البخل ويحمله على الجبن في وقت القتال وفي وقت قول كلمة الحق ويحمله أيضا على الحزن يحزن له وإلى آخره مما يصيبه بسببه قال الله عز وجل وأن الله عنده أجر عظيم أي تذكروا بحملكم للأمانة ورعايتكم لها وعدم خيانتكم من أجل الله إعظاما لله واتقاءا له أن الله عنده أجر عظيم فإياكم أن ترعوا أمر مالكم القريب وأمر أولادكم الذين بين أيديكم وتدعوا ما وراء ذلك وهو الأجر الذي عند الله فإن من اتقى الله رزقه الله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم بعد أن حذر من الخيانة أمر بالتقوى وبين فضائلها فقال يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله فتفعلوا الأوامر وتجتنبوا النواهي وتجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقايا بفعل الأوامر واجتناب النواهي يحصل لكم ما يلي أولا يجعل لكم فرقانا فرقانا أي تفرقة بين الحق والباطل فيكون عندكم من القدرة على التمييز بين الحق والباطل تعرفون الحق وتتبعون تعرفون الباطل وتجتنبون وتعرفون المحق من المبطل وعندما يلتبس عليكم شيء من الحق والباطل يتميز لكم بفضل الله عز وجل ولو لم تكونوا من أهل العلم الكثير وأهل الحفظ الواسع إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفصلون فيه بين الحق والباطل وقيل فرقانا أي نصرا وإن كان معنا الفرقان الأول أو لا هذا أول ثمرات التقوى ثانيا قال ويكفر عنكم سيئاتكم أي يغفر لكم ذنوبكم الصغيرة فإن السيئات تطلق على صغار الذنوب ويغفر لكم أي ذنوبكم الكبيرة فإن التكفير يكون لصغائر الذنوب والغفران يكون فضلا من الله وحده لكبائر الذنوب أو إن التكفير يكون بمقابلة الحسنات للسيئات كما قال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فالله عز وجل يجعل الصلاة مكفرة الصوم مكفرا الجمعة إلى الجمعة العمرة إلى العمرة رمضان إلى رمضان هذه كفرات وما وراء ذلك تأتي فيه المغفرة وهي عفو من الله وفضل من الله يتفضل به على عبده فيمحو به ذنبه فالتقوى يحصل الإنسان بها هذا كله يجعل لك فرقانا بالتقوى ويكفر عنك سيئاتك ويغفر لك والله ذو الفضل العظيم أي من وراء ذلك يأتي لك الله سبحانه وتعالى بفضله الذي لا حدود له وهل هذا الفضل في الآخرة لا فضل في الدنيا وفضل في البرزخ وفضل في الآخرة فيجمع الله لك الفضل من جوانبه كلها نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يعمنا بواسع فضله وأن يعيننا على أن نتقيه حق التقوى اللهم اجعلنا من المتقين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبار ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر